موسيقى معنا دكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب ورئيس قسم أمراض القلب معهد القومي معهد القوم وأيضا رئيس رابطة كهرباء القلب المصري أهلا وسهلا بحضرتك يا دب أهلا بحضرتك وأنا بتشرف وبسعد بلقائك للعام الثاني على التوالي في كارديو أليكس تي بي هذا المؤتمر العالمي المميز اللي أصبح جزء رئيسي في أجندة كل أطباء القلب مش في مصر بس لكن في جميع عنحاء العالم العربي وأفريقيا والقارات حتى العالم المتحضر بيجينا ناس من أوروبا وأمريكا بيساهموا بحب وفعالية وبيشاركون هذا الحدث اللي احنا حرصين على نجاحه لأن من وراءه كتيبة عمل نجحت ان يتعمل براند اللي هو كارديو أليكس يعجبني في كارديو أليكس اللي هو السمريرية وعدم النمطية كل سنة بيتجدد وبيضيف بصمات جديدة وأقسام جديدة ومن خلف هذا العمل الضخم توجد إدارة قوية حازمة على رأسها عيقون الطب القلب اسكندرية بروفيسور محمد صبحي اللي بأجهله كل التحية وخاصة السنة دي لأنه هو بيكرمني كواحد من الناس اللي عملوا إنوفيشن وتطوير في التعليم الطبي عن طريق السوشيال ميديا جروب كارديو سنابس اللي بقى فيها حاليا عوالي 60 ألف منبر من القرات الستة على مدار الساعة بينقشوا طب القلب وعلى فكرة هذه الصفحة أو الجروب المميز جذبت ناس لكارديو أليكس من ضمنهم الشباب جاء من آسيا وعن طريق كارديو سنابس فأنا بقول له شكرا على تكريمك ليا ودعمك ليا على هذه الصفحة العلمية كان أساسي لنجاحها كارديو أليكس السنة دي زي ما بقول له حضرتك وزي كل سنة معودنا على مناخشة الجديد بالنسبة لكهرباء القلب يمكن التركيز الرئيسي بتاعنا على الزبزبة الوزينية إتريال فايبراليش أنه يعتبر وباء القرن الواحد وعشرين وخطورته مش بس في أنه هو بيعمل سكتة قلبية لكن هو قد يؤدي إلى سكتة دماغية وجلطة في الدماغ أو تمدد فيلوزين الآيسر والبوتين الآيسر وهبوط في عضرة القلب بمرور الوقت أيضا اختلال كهرباء القلب قد يكون نوع خطير قاتل مميت بطريقة فجائية وسكتة قلبية مفاجعة إذا حدث في البوتين الآيسر وخاصة البنتريكرا التاكيكارديا أو الضربات البوتينية المتسارعة ودي من مضاعفات الشريان التاجي وضغط الدم والكوليسترول والسكر والتدخين ودي حاجات بنقول للناس أننا ممكن الوقاية منها لازم تدور على أرقام الحقيقة بتاعتك وخاصة بعد سن الاربعين تعرف ضغطك لأن الضغط ما لهش أعراض وممكن يبقى أول عرض للضغط إما جلطة في الشريان التاجي يختلال في كاربية القلب وسكتة قلبية أيضا السكر لازم تدور على السكر بتاعك وتضبطه في الرنج الطبيعي لأن أيضا السكر مرض صامت زي ما الضغط مرض صامت ليس له أعراض وقد يكون العرض الأول لضغط الدم أو السكر أزمة قلبية أو سكتة قلبية مفاجئة أيضا الكوليسترول والدهون السلسية أصبحت يعني مشكلة كبيرة جدا والوزن الزيادة ودي حاجات ممكن تفديها يعني إذا كان هناك استداده راسي أنا أتولد به مش هقدر أغير فيه لكن أنا أستطيع أن أنا أعمل تحكم في هذه العوامل المكتسبة البيئية زي التدخين زي السكر المكتسب من النوع الثاني زي الوزن الزيادة والكوليسترول عن طريق تنظيم الأكل بتاعي وإحنا على ضفاف المديترانية أو البحر الأبيض والغزاء بتاع البحر الأبيض من ترينا الضايد ده اللي بيعتمد على الأسماك والأكل النباتي ده مفيد جدا للوقاية من كهرباء القلب وسكتات القلب أيضا الرياضة يعني إحنا على الكورنيش فيعني يريد الناس تبدأ تتحرك شوية يعني ماشي ثلاث مرات أسبوعيا معدل 150 دقيقة في كل مرة 50 دقيقة ده ممكن تبقى أيضا مفيدة للقلب وتمنع من سكتات القلب وأمراض القلب الفجائية شكرا لحضرتك يا فندم وتمنياتي لكارديو أليكس أن يستمر منارة للعلم والتعليم مش بس في مصر لكن في جميع أمهاء العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة